تحياتي لقراء موقع الفن ولكل على بيلون يعرفوا شو قراءتنا وشو أخبارنا الفلكية لهذا الأسبوع بولود برج الحمل تبدو أنك استطعت أنك تملك زمام الأمور وأنك استطعت أنك تملك زمام الأمور لمحاصرة وضعك المهني المتشنج واللي كمانك أنت عم بتعيش فيه تحت ظل المدايقات والانزعاجات وكأنك أنت شوي هي كنت بمهب الريح ولكن فين قالك الأجواء الفلكية ابتدت أن تكون ألطف وابتدت أن تكون أحسن وابتدت قدرتك على استعاب الأمور أكبر لحماية موقعك وحماية كمان استقرارك المهني وأما وضعك العاطفي مع الشريك قد تكون تصريحات الشريك لإلك فيها نوع من النكوزات وفيها نوع من القلق وكتلمحات للفراء وللبعد أو حتى أن تكون العلاقة رايحة باتجاه الخسارة مولود برج التور رح يلعب المحيط اللي مجي ورك بدور كتير أساسي وكتير مهم لتغيير الأحداث المهنية لصالحك بالإضافة لارتياحات بتبشرك بالخير وبتوعدك بمستقبل كتير مهم وبتوعدك بشراكة عمل أو حتى ببداية جديدة وأما الوضع العاطفي ما بينك وبين الشريك من حسن إلى أحسن مولود برج الجوزاء ما زلت أنت منك راضي مثل ما قالنا من الناحية العاطفية ولكن قد تتطرك الظروف لإعلان عن ارتباط أو حتى تقوم ببعض التلميحات فيها نوع من المكيدي أو النكيات لشريكك السابق ولكن إذا كنت أنت ما زلت مصر على شريكك السابق فبقلك أنا حاول أنك ما تفوت بهيدا اللعبة وأما من الناحية المهنية فعم شوف الأجواء المهنية عم تعطي نوع من تلميحات فيها مكيديات كمانا وفيها إزعاجات وفيها مؤامرات وفيها استكتار موقعك عليك ولا ربما كمانا بعض الأشخاص المحيطين فيك يقوموا ببعض البلبلات وكمانا الإزعاجات لألك ولكن وضعك المالي يبدو أنه يبدو واعد ويبدو فرصك داعمة وفرصك قوية من الناحية المالية مولودة برجاء السرطان مخاوفك فيما يتعلق مخاوفك العاطفية وفيما يتعلق بعلاقتك مع الشريك تبدو المخاوف بمطرحها وتبدو كمانا أنك أنت عم ترصد الحلول لإلها لمحاصرتها وكمانا لاسترداد شريكك ولمعاودة اللقاء فيه أو حتى الارتباط فيه وأما من الناحية المهنية فبشوف الأجواء مريحة وبشوف كأنك أنت جاهز للتغييرات والمستجدات يلي ممكن أنك أنت تلاحظه بوضعك المهنية ولكن الوضع العائلي كأنه عم يحمل فيه نوع من التشنجات ولربما أنك تقوم بتضحية لأحد أفراد عائلتك مولودة برجاء الأسد يلي عم يسعى لتنظيم وإعادة ترتيب أموره المهنية وكمانا حتى لقاء يمكن مع شخص بمحيطه المهن إن كان شخص نافذ أو حتى إله كلمة ولربما هذا الشخص يدعم موقعك ويدعم مكانتك من الناحية المهنية وأما ماديا فما زالت الأمور عندك هيها عم تحمل نوع من التعقيد وكأنه مستحقاتك ما زالت متراكم عليك وكأنك عم تضطر ليد مد العون من أحد المحيطين فيك ولربما الاستعانة بأحد البنوك ولربما الاستعانة ببعض الإجراءات البنكية وأما عاطفيا ما تضخم الأمور ما بينك وبين شريكك حتى ما تنقلب الأمور عليك أنت مولود برج العزراء رح تتكيف مع الظروف المستجدة والظروف الراهنة والظروف يلي عم بتحطك بمطارح تخليك مخنوق ولكن كمان تخطيت الأسوأ وبرجع بقلك تخطيت الأسوأ ورح تتخطى الأسوأ وقادم على حلول وكأنه الحلول مدعومة من شخص بعيد وهالشخص بعيد يمكن من قرد تاني أو حتى من مكان تاني أو لربما ما بيربك في أي صلة دم أو صلة رحم لكينا عم شوف رح تتكيف مع الظروف الرهنة والمستجدات يلي أنت واقع فيها وكأنه رح يقدم لك يدقى المساعدة شخص لا على البال ولا على الخاطر وأما من الناحية العاطفية كأنك عم بتخطط لبداية جديدة وكمان أنك عم بتحاول أنك تسترد سقة الشريك فيك وتسترد سقتك بشريكك وكمان تكون السقة متبادلة ما بينك وبينه مولود ده برج الميزان بقلك تجنب الغيري وتجنب الابتعاد عن التصادم مع الشريك فأجواء فلكية رائعة جدا رح تقرب المسافة ما بينك وبين شريكك أكتر وكأنك قادم على عتبة بيت وكأنك كمان قادم على استقرار ولكن ممكن بعد النكوازات العائلية اللي تطالك لألك مباشرة وتطال علاقتك مع الشريك فافصلة عن حياتك معه وأما من الناحية المهنية فبشوف كأنك مضطر لتقديم بعض التنازلات قد تضطر لتقديم بعض التنازلات لتضمن استقرار مهني للسنوات وأما ماديا فبشوف الأجواء معقدي جدا عندك وكمان مصاريفك زيدي وما عم تقدر تلحق على أكتر من جهة مطلوبة منك مولود برج العقرب قد يطرق سفر طارق عندك أو غير منتظر أو غير متوقع وتضطر أنك لا القيام بهذه السفرة وكمان لربما يزعجك خبري بيتعلق بأحد أفراد عائلتك يلي كمان عم بعانن كان من قطوعات مهنية أو حتى قطوعات بانتقال من مكان لمكان وبالإضافة كمان كأنه قدامك متابعة طبية هالمتابعة طبية بتستلزم فيتامينات وبتستلزم إرشدات طبية وكمان غزاء معين وأما من الناحية المهنية فبشوف الأجواء ابتدت أن تكون أفضل وابتدت أن تتحسن وكأنك عم تشعر بالأطمئنان من الناحية المهنية مولود برج القوس أجواء فلكية عم تتحدث عن اضطرارك لتغيير أسلوبك أسلوبك إن كان مع المحيطين فيك بمحيطك المهنية وقد يتضطرك الظروف لتغيير حتى اللهجة الكلامية تبعيتك ولمد يد التعاون مع محيطك المهنية وبالإضافة كمان لترأي يمكن هترأي كان معرقل كان واقف كان مأخر فكأنك قادم على ترأي وقادم كمان على دخول أبواب مهنية كتير مهمة بتوعدك باستقرار وبتوعدك بالترأي وبتوعدك كمان بلقاءات كتير مهمة مع أشخاص من أصحاب السلطة وأصحاب السمعة الطيبة وأما من الناحية العاطفية فبشوف كأنه علاقتك مع الشريكة ابتدت تكون أفضل وابتدى مثل ما بقولوا أنه ابتدت الحصوص تكون أوفر وببات أنت تكون أعقل من السابق فيما يتعلق بعلاقتك مع الشريك مولود برج الجدي رح تتلقى خبر كتير مهم وكتير إيجابي رح يريحك ورح يخليك تشعر بالأمان والإطمئنان فيما يتعلق بمشروعك أو بهدفك المهنية اللي كنت عم تسعى لقلو وبالإضافة لتسوي ممكن تقوم فيها ولا ربما أحد الأشخاص قد تترك الظروف لقعدة مصالحة ما بينك وبين شخص عزيز عليك ولكن كأنك وقعدت ما بينك وبينه بسوء تفاهم ولا ربما أحد الأشخاص هو اللي يكون سبب بهيد القعدة أو حتى أنه يجمع كل سوا وأما عاطفيا يبدو الشريك غير مراعي لمشاعرك وغير مراعي للظروف يلي أنت عم تمرق فيها أو حتى القلق المهنية اللي كان مسيطرة عليك مولود برج الدلو ما تحسم الأمور المهنية بهالطريقة وحاول أنك تكون أكتر ليوني وحاول أنك تكون أكتر تفاعل مع محيطك وبالإضافة أنه ما تتخوف من أي شخص ممكن يأثر على علاقتك مع مرقوسينك أو حتى مع محيطك المهنية المخيوف والمؤامرات مثل ما خبرتك اقطعت فيها وتجوزتها وكمان قدرت أنك تحجمها وتحط لحدود وأما من الناحية العاطفية قد تضطر لتقديم بعض التبريرات لشريكك العاطفة ولا ربما عم شوفك أنه أسهل بالتعاطي والتعاول معه عن السابق من بعد إهمال وتطنيش لأله وأما ماديا فما زال وضعك المادي متأرجح نحو الهبوط أكتر من الصعود آخر الأبراج معنا مولود ده برج الحوت يلي كمان يمكن أو تبدو أمورك أو قضاياك المالية هي اللي شغلتك وهي أول اهتماماتك وكمان قد تضطرك الظروف للدخول فيها بتفاصيلة ولوضع حد لها القضايا المالية المعقدة وكمان للدخول بحلول جديدة أو حتى للبحث عن مدخول إضافة أو حتى تبحث عن تطورات أو حتى تبحث عن مدخيل سريعة تحسن من وضعك المادي وأما عاطفيا تبدو علاقتك مع الشريك فيها نوع من الانفراجات وفيها نوع من اللقاءات وربما التصريحات يلي كنت أنت عم تتمنيها أو حتى كنت أنت عم تحلم أنك تفوت بتفاصيلة أكتر هذه كانت قراءتنا للأبراج 12 لكن تابعونا بأبراج جديدة وتوقعات جديدة فضلكم بألف خير اشتركوا في القناة